السلام عليكم طبعا نستكمل أشرف غريب بهذا الفيديو أنه يقول أنه العلامة المجلسي يقر ويحترف أنه عقيدة الشيعة الإمامية بأن الأمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو عايش بالسرداء فهذه الكذبة مثل ما قلت منتشرة عند أهل الخلاف طبعا هو أشرف غريب نقل من بحار الأنوار وهذا الوضع يعرف أو ما يعرف أنه العلامة المجلسي نقل عدة أخبار من كتب أخرى بكتابة كتاب بحار الأنوار خل نسمع شونه جاء الأشرف غريبه بهذا الفصوص وبعدها نرجع لرد الشيخ أحمد الإمامي خليكم ويل الفيديو هذه كتاب بحار الأنوار وأننا أحبك أبن نر على الشاشة في الجزء 51 صفحة 101 المجلس تمام؟ نعم طبعا أجب لكم بس الشاهد بسم الله هنا أخواننا الأحبة يقول لك قال صلى الله عليه وآله الحلالة من أحل الله على لسان إلى يوم القيامة والحرام ما حرم الله على لسان إلى يوم القيامة فلابد من أن يكون لها عونا وناصرا ومصدقا وإذا لم يجد من يكون له عونا ومصدقا لوجوه تأثير ثابتة وجود المهدي عليه السلام أصل وجوده وكذلك الدجال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمان ولا يكون الأمة إمام يرجعون إليه ووزيرا يعولون عليه لأنه لو كان كذلك لم يزل الإسلام مكورا ودعواته باطلة وأما الجواب عن قارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعام وشربه ففيه جوابان أولهم بقاء عيسى عليه السلام في السماء إلى آخر الكلام هذا كده أستاذنا الفاضل كما يظهر على الشاشة من كلام المجلسي عن أن المهدي في السرداب كلام المجلسي عن أن المهدي في السرداب طبعا مثل ما شفته ينقل من بحار الأنوار أنه عقيدة الشيعة فعلا أنه الأمام المهدي عجل الله تعالى فرجل هو عايش بالسرداب فهذا خلينا نسمع رد الشيخ الأمامي اللي كسر ظهر أشرف غريب خليكما يباقي الفيديو لكن موضوعي الباحث في مذهب التشيع الذي هرب من مناظراتي كثيرا ناظرني أكثر من مناظرة ولكن بعدها هرب وآخر مناظرة كانت معاه في موضوع آية التطهير وهرب منها الجزء الثاني كانت وأعلنه ربما وانسحابه بالمباشر ماذا فعل؟ هذا الرجل الذي وصل عدد المشتركين في قناته إلى 250 ألف مشترك ربع مليون مشترك هذا الإنسان نستمع ماذا قال؟ هل ذكر المجلسي هذا الموضوع وماذا اتهم المجلسي؟ أن الرجل قال أن المجلسي قال هذا لأنه وين؟ في كتابه أولا هذا الجاهل ما رجع للكتابه أصلا وعرف أن هذا مقول المجلسي بل هذا قول أحد العلماء الشافعية يقولي ما أقوله يقولك نعم نفسه في بحار الأنوار هو نفسه قبلها مية صفحة مية واحد قبلها نرجع كم صفحة؟ بحار الأنوار المجلد الحادي والخمسون صفحة خمسة وثمانين يذكر كاف شين فا أو كشف ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب أني جمعت كذا وكذا ويبدأ يسرد هذا الكلام هذا الكتاب وعريته من طرق الشيعة يبدأ يسرد من صفحة خمسة وثمانين إلى صفحة سبعة وتسعين يبدأ يتكلم يذكر هذا النص الذي ذكره هذا والباب الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته سبعة وتسعين إلى أن يصل مية واحد قال قلت أن عيسى أحد أما الجواب عن إنكار بقائه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه ففيه جوابان هذا كلام من؟ كلام الشافعي نكمل شوية ننزل يقول والثاني والدجال ثم ماذا قاله؟ في نفس الصفحة 101 العلامة المجلسية ثم ذكر بعد هذه الأبحاث خبر سطيح وأنا أذكر منه موضع الحاجة إذن هذا مو كلام العلامة المجلسية كذاب هذا كلام الشافعي تقول لي من أي كتاب للشافعي؟ أقول لك تفضلوا معي كفاية الطالب في مناكم علي بن أبي طالب ويليه البيان في أخبار صاحب الزمان الكلام في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان يقول في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان الباب الخامس والعشرون نفس الكلام الذي وين كان؟ انتبهوا معي قبل شوية قرأنا لكم من؟ قرأنا لكم من صفحة 97 من كتاب بحار الأنوار الباب الخامس والعشرين في الدلالة على كون المهدي باقيا منذ غيبته الآن نفسه الباب الخامس والعشرين وين في أي كتاب البيان في أخبار الزمان للشافعي في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته ويبدأ كلام طويل في هذا كتابه هو اللي ينقل من عند العلام المجلسي إلى أن يصل ويقول وأما الدجال كذا وأما الإمام المهدي إلى يومنا هذا لحظة واحدة وأما ثبت بقاءه فلا يخلو من أما أن يكون إلى اختيار الله أو اختيار الأمة وذلك حاصل خير داخل في مقدورنا ثم لا يخلي من هؤلاء وكان سببا وجيها لا هذا ذا يتكلم على الإمام المهدي سبب البقاء إلى أن يصل في الصفحة التي بعدها يقول صحة بقائه فمن مانع من بقاء المهدي مع كونه بقاه اختيار الله تعالى اختيارا وداخل تحت مقدوره سبحانه وهو آية كذا وكذا وكذا والدجال يكون كذا وأما عيسى فهو سبب الإيمان وخاتم الأنبياء إلى أن يصل ويقول وبقاء الاثنين يصح بقاءه ولو صح ذلك نصب لو وجد وذلك مستحيل في العقول وإنما قلنا أن بقاء المهدي أصطل لبقاء الاثنين وذلك لو صحة نفس الكلام اللي منقول هناك في كتاب في بحار الأنوار إلى أن يصل في صفحة خمسمائة وواحد وثلاثين كلنا نقرأ من خمسمائة وثلاثين عفوا خمسمائة وواحد وثلاثين ويقول التالي وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فمنه جواب نفس الكلام هو أخذ هذا الكلام وين في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان فالكلام لم يكن للمجلسي بل كان لمن بل كان للكنجي الشافعي سيجي واحد يقول هذا مو شافعي طبعا راحوا ذهبوا إلى كلام ابن كثير وابن كثير الكذاب الذي قال أن هذا الرجل الكنجي الشافعي قتل في المسجد لأنه كان يترفض وكان مدري إيش للتتار وهذا هذا الكلام الكذب مع أن الصفدي نفسه الذي هو أيضا كان تلميذ ابن تيمية هذا تلميذ ابن تيمية ابن كثير والصفدي كان تلميذ ابن تيمية نفس الصفدي يقول لا دخل في ماء ومات قتل هناك فبالتالي هذا الاختلاف يدل على أن ابن كثير والصحيح أنه هكذا ابن كثير كان متحاملا على الرجل أما هذا الرجل من؟ هل هو سني أو شيعي؟ شافعي حقيقي أو لا؟ في كتاب الأعلام لذلك لي الجزء السابع أخواني الأحبة محمد بن يوسف صفحة 150 658 الكنجي محمد بن يوسف بن محمد أبو عبد الله الفقر الكنجي محدث من الشافعية نسبته إلى الكنج بين أصفهان وخورستان أو خورستان نزل بدمشق ومالة إلى التشيع مالة إلى التشيع مسألة طبيعية لأنه كل أحد يحب أهل البيت يقولون أنه مائل إلى التشيع وصلنا فكذا والبيان كذا وكذا إذن محدث من الشافعية الرجل من الشافعية وليس الشيعيين إذن يا أشرف غريب يا باحث في دين الشيعة يا كباب تحرى النقل مرة ثانية ولا تضحك على هؤلاء الهمج المتابعيك من؟ مثل ما شفته رد الشيخ أحمد الإمامي على أشرف غريب مثل ما معروف أن العلام المجلسي ينقل كلام علماء مخالفين وكلام علماء الشيعة بهذا الكتاب كتاب بحار الأنوار فمو كل الكلام اللي موجود هو كلام الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه طبعا هذا الفيديو إذا يثبت شيء فهو يثبت جهل أشرف غريب بكتب الشيعة انتظرونا بردود أخرى ردود علمية من قبل مشايخ رافضية تكسر ظهور الوهابية وبس فهذا كان الفيديو اليوم في أمان الله